ترجمة نانسي قنقر مؤتمر مهم جدا نظرا للنقاش العالمي الذي يدور الآن حول الطاقة تحولت التي تعرفها قطع الطاقة على الصعيد العالمي وعلى صعيد كل دولة اليوم هناك نقاش تنائي انصح التعبير بين الطاقات المتجديدة التي تفرضوا نفسها وهذا ما صارت عليه بلادنا والطاقات التقليدية الأحفورية التي هي حسب تقديرات أنه سيستمر الاستعمال بشكل مكتف من الآن إلى سنة 2030 ولذلك هذا التزاوج بين هذه التنائية بين الطاقة المتجددة النظيفة وبين الطاقة الأحفورية هو يفرض نوع من الدكاء في المسج بينهما ودولة توجه لمشات فيه بلادنا فيما يتعلق بالمكس إنرجيتيك وبنفس المناسبة قال الوزير الغني للهيدروكربورات السيد دياكاريا كوليبالي إن المغرب وغينيا تربطهما علاقات تعاون متينة في مختلف القطاعات وخاصة في مجال الهيدروكربورات يكتسي هذا المؤتمر أهمية قصوى بالنسبة إلينا لكونه يتيح مناقشة المواضيع عادات الصلة بالغاز والبترول وكد تطورهما في الوقت الحالي هي كذلك فرصة سانحة لتعزيز علاقات الصداقة مع بلد المغرب الشقيق في مجال المحروقات وبالتالي فنحن جد سعداء بالتوجد هنا وتميز برنامج المؤتمر بعقد عدد من الجلسات تناولت على الخصوص الاستراتيجيات والدروس المستخلصة وأثر الصناعة النفطية والغازية على الاستراتيجية الطاقية للمغرب ونتائجها الاقتصادية فضلا عن تقديم عروض حول المؤهلات التي تتوفر عليها دولة مالي في مجال البترول واكتشاف النفط والغاز والإمكانيات المتاحة بالسنغال